موسيقى مشهد الدمار هذا يشي بحقيقة لا يمكن لكائن إنكارها مفادها أن شبحا عدام الأمن بات اليوم جاثما على كل مفاصل الحياة في صنعاء وفي باقي مدن البلاد ومعاناة المرأة بشكل خاص تبقى واحدة من القصص التي تكررت مشاهدها المرأة اليمنية كان لها دور كبير في الأحداث الثورة سابقا في 2011 وطبعا هي أكيد حتى كان لها قبل في السبق أنه في حال المرأة اليمنية تحدث كثير من الصعب أنتم عارفين أن في اليمن خاصة عدد تقاليد لم تسمح للمرأة أنها تخرج للعمل لم تسمح للمرأة أنها تتعلم ولكن في الأحداث الحالية هي من سمح للمرأة أنها تخرج أنها تعلي صوتها أوضاع مأساوية في اليمن سبب التسيب وانعدام الأمن تركت تأثيرا واضحا على الحياة اليومية للنساء والفتيات ولكن الإضطراب الراهن لم يمنعهن من المشاركة في الحياة العامة في هذا الوقت الحاسم من تاريخ البلاد أشهد على يد أخواتي العاملات أولة اللي فعلا في البيت أنا أشوف أنه مهما كان لازم أنها تتحدى الصحابة الموجودة الآن أيضا لها صوت مسموع في عملها أيضا كمان في البيت لها الصوت المسموع والثقة التي أعطتها لأبنائها سنظر نرسم البسمة سنظر نرسم الأمل أيضا على الرغم من أن كثيرا من النساء في اليمن شاركنا في حراك الربيع العربي إلا أن ما هو قائم الآن لم يكن يراويد مخيلتهن علاوة على أنه لم يحقق لهن حتى الآن بعض طموحاتهن في التغيير المنشود الذي يبدو أن انتظاره قد يطول وربما لأكثر مما هو متوقع هنا ضحايا سامسات للنزاع يكاد يمزق واحدة من أكثر مناطق العالم بؤسا والمشهد الراهن لا يؤشر على التحسن القريب عمر الورفي اليوم على الحرة صنعا